نواصل مع حضراتكم هذه التغطية الخاصة حول القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياضة والتي انعقدت بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث في غزة يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي وأنه يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم في التعامل مع ما يحدث في غزة وقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين كما تؤكد على الرفض المجدد لسياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار وتهجير قصرية وأضف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تبريره بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى وينبغي وقفه على الفور وقد طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمطالب محددة هي تحقيق الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط كذلك وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القصرية للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أراضيهم وعلى المجتمع الدولي تحمل المسئولية لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني إلى جانب ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي بدفع إسرائيل لتحمل المسئولية الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال